السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناتنا طفل فلا تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر قرارب الوطن شهدنا كرام تحديد قوي وعاجل للعديد من المناطق المملكة لآخر تحديدات نماذج العالمية خصوصا نموذج الأوروبي إخواني كرام فيتوقع بإذن الله بداية إن شاء الله من يوم أو مساء يوم الخميس ترابات جوية مازالت متواصلة مع تقدم ممطار قوية وغزيرة وقد تكون قوية جدا غير مسبوقة فالمرجو أخذ الحيط والحذر على هذه المناطق التي سوف نذكر لكم في هذا الفيديو المفصل إن شاء الله والآن للتفاصل بالنسبة ليوم غد رياح قوية متواصلة على الجنوب الشرقي وكذلك شمال أقاليم جنوبي الملكة والمناطق الأطلسية ويتوقع تساقطات مطارية رعدية متواصلة بشكل معتبر لكن هذه فقط مجرد عواصف عادية لكن العواصف القادمة الاستوائية فستتكون أقوى وأشد إخواني كرام فالمرجو أخذ الحيط والحذر خلال الأيام القادمة في نشرة إندارية مبكرة لآخر تحديثات نماذج التقصى العالمية ومن المتوقع بإذن الله خلال فترة المساء من يوم غد الخامس استكونات الرعدية على سكل مداز إفران تونفيت وخنفرا زود شيخ وابن ملال ومناطق إمالشيل وآسول وقراما وكذلك الريش وأزلال وتباينت ومناطق تنغير وكامدن أمزميز إمنتين وتأيد داود ومناطق تازناغت وقد تصل حتى إغرى متافرة هذه التساقطات المطارية الرعدية قد تكون مسحوب محبات من البرد في آخر التحديث وقد تصل تراوح هذه الأمطار بين الخمسة عشر والخمسة وعشرون ملمتر وكذلك على مناطق بعرفة هذه المناطق تتعرف تساقطات مطارية في نشرة إندارية مبكرة أما بالنسبة ليوم الجمعة فهي توقع كذلك أن تبقى العجواء غير مستقرة مع طرابات جوية متوقعة للعديد من مناطق المملكة إن شاء الله خصوصا بعد الزوء التكونات الرعدية مزالت مستمرة مع اقتراب الجبهات المدارية القوية وخلال يوم الجمعة فالسوف تبدأ تتيرات هذه الطرابات الجوية بشكل قوي وسوف تلاحظون ذلك بداية من يوم السبت والجمعة ستبدأ والترابات وتغييراتها القوية بخروجنا من فصل الصيف إلى الخريف ويتوقع تساقطات يوم الجمعة فترة مسائية لمناطق زوج شيخ ميدلت وخنيفرا والريشة وأسول إمنشيل ابني ملالت بانت أزيلال أقادر باشيبا أو كيمدن أمزميز إمنجانوت أي داود وارزازات وتاليوين والتازنات وأكز ومناطق إغرام احتمال رياح القوية قطس سرعتها إلى خمسين كم في الساعة يوم السبت يحتمل تشكل عاصفات أو عواصف رعدية قوية جدا في الفترة الصباحية على المناطق الجنوب الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية في المملكة والمناطق المعنية بهذه الأمطار الرعدية القوية جدا فمرجرت بداية لهذه الأمطار سوف تمتد لعدة أيام ولعدة مناطق تقس ممتر ورقوي على ما تقطع تقس وكذلك فمسجيد وزاقورا وآكز ومناطق كذلك تازناخت إن شاء الله وكذلك مناطق مرتفعات الأطلس تعرفوا الطرابات الجوية مع مرور الساعة كما تشاهد هنا فيحتمل استمرار الإطرابات الجوية لتصل مناطق الجنوب الشرقي بشكل أعمق خصوصا على مناطق تنغير ومرزوقة أيرفود وكذلك قلميمة وبرزازات وتازنات وكذلك مناطق تبينج وآسول وإيميلشيل ومناطق زاقورا وفمسجيد إن شاء الله وتعطس تعرفوا تساقطات مطرية قوية محل ويتوقع مع مرور الساعات أن تمتد هذه الطرابات الجوية على عديد من المناطق المملكة وقد تصل مناطق السواحل الغربية سوف نأتي لها في هذا الفيديو قبل إكمال الفيديو إخواني كرام بويت ربي يسير لكم ويستود دعونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرح وبالنسبة للفترة بعد الزوال يوم السبت تساقطت حضر عسكورا منتاز وكذلك خنيف رزود شيخ وتنفيت بن ملالة ميدلت وقرامة والريش والرشيدية وإيرفود الميمة وآسول وتنغير مناطق مرزوقة وتازنات ورزازات وكذلك أكادير بوشيبة أكيمدن أمزميز إمنشانوت تلوين ورزازات تازنات عواصف رعدية وطرابات جوية قوية على إتباهة وتافرات وقد تصل حتى إتباهة وطاطة ومناطق المسجيد تساقطات مطرية رعدية قوية محلية مع مرور الساعة إخواني كرام سوف تمتد هذه الترابات الجوية على العديد من المناطق المملكة كما تشاهدونها وشاهدنا كرام الترابات جوية قوية كذلك بعد الزوال على المناطق الغربية للمملكة وبإذن الله سنعطيكم المناطق المعنية بإذن الله بالتفصيل يتوقع أن تصل هذه الترابات إن شاء الله على مناطق وجدة وآكنول وساكة وتوريث وعاطف وكذلك التازناقة ولكن بشكل ضعيف على هذه المناطق إخواني كرام زاوت الشيخ خنيفرا وكذلك بالنسبة لمناطق سول كاملشيل وكذلك ميدلت الريش والرشيدية مناطق عرفو دوتين غير أقدير بأشيبة وتبينت مناطق أكز وفومس قيد وكذلك زاقورة ومرزوقة وارفود وأزيلال وكامدن إيمجانوت أي تاود غرم وكذلك تافروج أي تباهة بالفا وطاطة وكذلك مناطق الميم وشمال أقليم جنوبية للمملكة أمطار رعدية على أقدير إن شاء الله متواصلة يوم الأحد على مناطق أقدير وإن شاء الله الصغيرة وإتاود إيمجانوت وخميس ودلحاجة مناطق أسفي أمطار قوية على مناطق الولدية يشير لها النموذج الأوروبي كذلك لآخر تحديث على مناطق الجديدة والدربدة والرباط سيدسلمان لللميون والعنائش أصيلة والطنجة وتطوان وشفشاون تساقطات مطارية ذات طابعة رعدية وعواصف رعدية متوقعة قوية إن شاء الله خلال يوم الساعة مع مرور الساعة إن شاء الله فيتوقع أن تمتد تدريجياً بشكل قوي على السواحي الغربية للمملكة هذه التساقطات المطارية لتصبح قوية في بعض المناطق والتساقطات مازالت متواصلة على تازداغة ورزازات وأكز وكذلك أمزميز وكيمدن أقدير وشيبة وطاطا الفع وأقدير وكذلك مناطق أي الداود والصغيرة أسفي والوالدية والجديدة والدربدة والمحمدية وبرشيد ستعرف تساقطات مطارية قوية من المستوى أحمر وابن سليمان والرباط وسلا وسدي علال تازي حتى سيد سليمان وزال للميمونة والعرائش أصيلة تطوان شفشاون وطن أمطار متواصلة على ماتق سكورة مداز وتازة ومتشاركة حتى سلحت معناتق بعرفة إن شاء الله وبوعنان ومن المحتمل كذلك هذه الترابات الجوية تستمر بإذن الله خلال الفترة الليلية كما تشاهدون تساقطات مازات متواصلة في الفترة الليلية وبعد منتصفل على المناطق تطوان أصيلة العرائش لللميمونة والزان شفشاون سدي علال تازي سيد سليمان والرباط الدار بيضاء سليمان برشيد والقارة والجديدة والوالدية وآسفي وخمسود الحاج وكذلك أي تاود أقدير بالفاع وتساقطات مهمة على تاطع وفمسجيد والزقولة والززاد والتازنق ستعرف هذه المناطق تساقطات مطرية مهمة وتكون قوية جدا وعاصفية على مناطق تنغير ومناطق أرفود والراشدية تحذير لهذه المناطق إخواني كرام الجنوب الشرق والتربات على مناطق بعرفة وبعنان وكرام والريش ومن المتوقع أن تصل بعد تساقطات المطرية حتى مناطق الجهاز شرقي على وجه ومع مرور الساعات إخواني الكرام فسوف تمتد هذه التربات الجوية وتستمر ليوم الأحد بشكل قوي في الفترة الصباحية كما تشين عواصف استوائية قوية جدا على سبب الرطوبة والتقاء الكتل الهوائية في هذه المناطق ونكر وأمطار موزات متواصلة اليوم الأحد في الفترة الصباحية على المناطق التالية أقدير بالفعل اتباه تافراو تيزنيت إغرام تاليوين ومرتنفعات الحوز وكيمدن مناطق وكذلك زاقور وفو المسجيد وتبينت وقلميمة وأمطار متواصلة على المناطق أسا في خمزود الحاج وصويرة اليوسوفية سدي بن نور ستات ولطفرج وبرشيد تساقطات على الدربيدة من كناس خريط أبو محمد وخنيفرة والماس خلال يوم الأحد في الفترة الصباح وفي الفترة بعد الزوال سوف تمتد تدريج أن الترابات الجوية جدا مهمة بعد الزوال العديد من المناطق المملكة مشاهدين الكرح وتشهد مناطق شمال الأقليم الجنوبية المملكة تساقطات مطرية مهمة على أسا والمسجد وكذلك أفريقات وتفرات وتزني وبالفاع وطاطا ومناطق أقدير وسوس ومناطق الصويرة خمزود الحاج وأسفي مناطق ورزازات واتبانت أزيلال أقدير بوشيبة بن ملال إيملشيل منطار متواصل على أسول خنيفرة خريبقة واضزم والفروج اليوسفية السفي خمزود الحاج والصويرة وزود شيخ وبالنسبة كذلك لولماس وفرانس قد تصل حتى مكناس بعض الأمطار وتون فيش والريش فهذه الأمطار متواصلة للمتركة بإذن الله والعواصف الرعدية طعب إخواني الكرام توقع بشكل دقيق لكن إن شاء الله سنعطيكم آخر التحديث التي سوف يصدر إن شاء الله في فترة مسائية وكما تشاهدون في الفترة المسائية الأمطار القوية ما زالت متواصلة وسوف تشمل العديد من المناطق المملكة بإذن الله ويتوقع أن تستمر هذه الأمطار القوية على سيدي إيفني وقلميم وقلميم أفريكات وآسا تافره وتأجباه بالفاو أقادير بداية من يوم الأحد في فترة مسائية وفو مسجد وتاريوين وتازناخت ورزازاد وآكد وكذلك أقادير بوشيبة موراكوش خلع سيدي بوشمان شيشاواخ مزود الحاجة صويرة لذلك مناطق بن قرير ليوسفية والبروج وخيم صالح خريبكا واتزم مرحامنا بن الملال عزيلال تباينت الزوش شيخ نفرا والماسي فرانس كورمتاز الرشيدية قرامة معتركة وعاطة وطة الحاج وسكورمتاز وعرفة ونانو عن شعير لذلك مناطق وجدة تساقطات مطرية قوية محليا كما تشاهدون وشاهدين لآخر تحديثات التي صدرت قبل قل وهي توقع أن تستمر هذه العواصف الجدة القوية على مناطق وصوصا الفترة المسائية على المناطق الجنوب الشرقي وكذلك مناطق سوس وشمال الأقلي من الجنوبي الملكات ستعرف تساقطات مطرية جدا قوية على ماتق السوفركات وذلك مناطق المسي وقد تصل بعد تساقطات حتى مناطق المحبس بإذن الله تساقطات مطرية قوية على إتباهها بالفعس دي وزاقورة وورزازات وكيم دين منشانوت ايد تاود شيشاو مراوك شقال عسر غنون بن قرير اليوسوفية خمسود الحاج أزلال بن ملال تباين زود شيخ واض مخريب غاستات خنيفرا والماس وميدل تونفيت الريش وكذلك برامة والرشدية وكذلك سكون المداز ومعتركة والمناطق بعرفة أما بالنسبة لتوقعات الفترة الليلية ويتوقع أن تستمر بشكل قوي هذه الترابات الجوية على سوس وشمال الأقليم الجنوبية الملكة إن شاء الله تساقطات جدا قوية كما تلاحظون أخوال الكرام في آخر تحديثات الماتق القدير باللفاء وتزني وتفراغ وكذلك تاطا وإغرم وقلميم وأفريكات والمسيد إن شاء الله وأسا والزاق ومناطق إداود وارززات ومرتفعات الحوز بن كريغ العزرغنة والبروج وواتزم وخريبقة وخنيفرة والمناطق ميدلت إن شاء الله تساقطات مهمة وقوية متواصلة على المملكة بالنسبة لتوقعات يوم الاثنين الترابات الجوية ما زالت متواصلة على المناطق داقورة والجنوب الشرقي وخصوصا منها المناطق تليوين وتزنغ تأتباه أكدير بتفروت إتأسا ومزجيد وكامدن مراك وشيشا وإتاود مناطق أكدير باشيبق العزرغن بن ملال وواتزمزة وشيخ ريفرة وإفران ووالماس وكدر سكون مداز وتطلحاج وميدلت وعاطفة ومناطق معتركة إن شاء الله تساقطات وميسور كذلك وزود شيخ وخنفر بن ملال قلع سرغن سدي بواتزمان مراك وشا قدير باشيبا ومز وكذلك وتأفراوت ويتوقع في الفترة الليلية إن شاء الله أن تستمر هذه الترابات الجوية إن شاء الله على مناطق الجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية بشكل قوي إن شاء الله والترابات أمطار الرعدية قوية غير مسبوقة إخوانك على معتركة وعاطف وتأفراوت ونشرة إندارية مبكرة وكذلك وقد تصل حتى الجهة الشرقية هذه الترابات الجوية يتوقع تخف تدريجيا خلال يوم التلاتة